يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الولى بكون معاكم رانيا السيد في نفس المعات من كل أسبوع توحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده عايز أقولكم إن إحنا دايما مكملين معاكم رحلتنا في عالم الكتب والحكايات في عالم الكتب ما بتخلص والكلام عمره ما بيخلص كل يوم وكل حلقة بيكون عندنا جديد نتكلم فيه كلنا بنحب الحكايات وبنسرح بالخيال وبيبقى دايما عندنا فضول كده نعرف نهاية الحكاية إيه ومصير أبطالها إيه وهتخلص إزاي بنروح مع بعض رحلة جميلة داخل خيال المؤلف وبننطلق في أفكاره وأحيانا بنصدقها وبنعيش تفاصيلها ونقتنع كمان بيها وبنسرح في أحداث روايته وكمان نرتبط بأبطالها وأوقات نحبهم على الورق وكأنهم بجد ناس حقيين نعرفهم اتعلمنا منهم عشنا معاهم اتأثرنا بيهم وبحكايتهم وعلشان عالم الروايات عالم مشوق قدر روايتنا النهاردة هتخدنا في رحلة برضو بس عبر الزمان هنروح معاها في رحلات بين الماضي والمستقبل هنرجع معاها شوية للعصر الفاطمي والعصر المملوكي من الحروب الصالبيين للاحتلال الإنجليزي هنزور كمان جامع الأزهر هيكون عندنا كده رحلة ممتدة عبر التاريخ هنعرف من خلالها حكايات وأسرار كتير يمكن مننا ما يعرفش عنها حاجة روايتنا النهاردة هي رواية أحلام نائل سويدان للكاتب الأستاذ أحمد عبد العزيز واللي هنعرف منه أكتر عن أحداث روايته لما نقبله طبعاً معينا النهاردة في الستوديو